وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من الديوان الملكي مراسلنا إسماعيل السلاوي أهلا بك إسماعيل إسماعيل كما وردنا الآن بأنه تم توافق على قانون الانتخاب بشكله أو صيغته النهائية من المفترض أن يتم رفعه الآن إلى جلالة الملك للموافقة عليها ما هي أخرى تطورات ذلك؟ بالفعل علي قبل ربع ساعة تقريبا من الآن توافقت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على مشروع قانون الانتخاب وهو ربما القانون الأهم الذي تم طرحه بين كافة القوانين أيضا كما كانت قد توافقت اللجنة اليوم وأعضائها بالأغلبية على القانون المنبثق عن لجنة الأحزاب أيضا بشكله وبصيغته النهائية والآن حتى هذه اللحظة الاجتماع مستمر ومنعقد يعني يتم مناقشة الرتوش الأخيرة من التعديلات الدستورية المتعلقة بقانون أو قانوني الانتخاب والأحزاب والعمل البرلماني يعني كما قال الرئيس قبل قليل رئيس اللجنة بأن اللجنة الملكية طبعا للإصلاح بأن جومنا الديمقراطية كان اليوم يسود هذه الجلسة المنعقدة منذ الساعة الواحدة ظهرا بناء على آلية عمل معينة يتم كل عضو يعني يقدم مقترحه ويدلي بمقترحه خلال مناقشة القانونين ويتم الموافقة على المقترح وبالتالي يتم الموافقة بالنهاية على المشروع برمته يوم الأربعاء الماضي أيضا انتهت لجنة المرأة ولجنة البلديات أيضا تهوا من تقديم مشاريعهم وتم الإقرار عليها فإذا نحن الآن في الرمق الأخير من توصيات ومشاريع اللجنة الملكية لتحديث للمنظومة السياسية ومن المتوقع أن يتم رفعها بناء طبعا على بعض الأراءة بالداخل من داخل القاعة توقع أن يتم رفعها لجلالة الملك خلال هذا الأسبوع وفي نهاية هذا الأسبوع التفاصيل المخرجات والقوانين لا تتوفر الآن إنما بشكل عام تم الموافقة والتوافق على هذين القانونين على أهم القوانين شكرا لك إسماعيل السلوي كنت معنا مباشرة من أمام الدوان الملكي وأطلعتنا على آخر التطورات فيما يتعلق باجتماعات اللجنة الملكية